نأتي بعدها أبنائي إلى بعدما أنهينا من الحصر وقد حذرتكم من طرق إذا كانت المتبينتين واحدة موجب وواحد سالبة يجب على الموجب أن قلنا نضرب والسالبة نضربه في الناقص ثم نضرب الموجب في الموجب ثم نعيد مرة أخرى في الناقص نأتي بعدها أبنائي إلى بعدما أنهينا من هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى السؤال الآخر الذي ماذا قال؟ قال أكتب معادلة المماس تي معادلة المماس تي عند المبدأ معادلة المماس المبدأ كما تعلمون إحداثة أحداثية هما صفر صفر نقول إيجراج يسوينا أف فتحة لصفر في إكس ناقص صفر زائد أف لصفر هنا نعوض في المشتقة المشتقة واشنه هي؟ شوفوا معي يا أولادي المشتقة قالونا هي جيل إكس على هذه أرواح جيل إكس نعوض بها في الصفر تعطينا هنا واحد صفر لغة يتم واحد هذي كامل تروح للصفر صفر في ذا العبارة قاعد تروح للصفر يو هذا يروح للصفر تبقى أنه واحد إذن تقول لي إيجراج سوينا واحد في واحد في إكس ناقص صفر لهي إكس زائد أف لصفر أف لصفر نعوضه الآن نعوضه لغة يتم هنا صفر زائد واحد لغة يتم واحد لغة يتم واحد شهر صفر صفر على واحد هي صفر سمع معادلة الممس تعي ديركت راح تخرج لنا هاي وينا إذن تي المعادلة تعوه هي إيجراج يسوينا واش؟ يسوينا إكس خلاص هذا واضح وضوح الشمس الآن بعدما أنهينا من هذا من معادلة الممس عنده أن نبدأ وقال لي أرسم لكن نبه الذي ابنتي الوحدة ثاني سنتيم وكانت ترسم بوحدة واحدة أخرى نقصلك الآلامة صحا نجي الآن إلى الرسم ثاني سنتيم هاكدا وهاكدا مثلا نجينا الوحدة هنا ها هي ستنين وها هي ستنين هذا أو وإي وجي ركزوا هالأولاد الأولى وش عندنا؟ كيف هنرسمه؟ أستاذ إحنا نخافوا كيف هنرسمه؟ قل لي رسمتي ورسمنا سي أف أولا نشعل عندنا من مستقيم مقارب ها هو واحد اللي قلنا عليه مستقيم مقارب شاقولي إكس يسوينا ناقص واحد ها هو إنا إكس يسوينا ناقص واحد ها كده ما أولا دي جي اسمه إكس يسوينا ناقص واحد تبعوا وعندنا إيجراج يسوي سفر ها هو إنا شاقولي وها أفقي ها هو إنا إيجراج يسوينا وش يسوينا سفر هذا إيجراج يسوي سفر عندنا المأماس ها هو إنا إيجراج يسوي إكس اللي هو استعمل جذوب المساعد X و Y صفر يعطينا صفر واحد يعطينا واحد السنة راح يجينا يجي ريفو 8 ها هونا المنبس التالي ونسموه T ومعادلة تعود Y يساوينا X ها كذا خلاص هنرسمنا هات السؤال نجو الآن إلى شيء آخر عنا ما تنسوش باللي يمس وين قال لنا يمس شوفوا معايا وكتب معادلة 68 عند المبدأ يعني هنا يا كيل نقطة التامس هنا في ذا المكان صاحب الآن عنا الألفا الألفا بمنح صورة شوفوا معايا مليح 078-079 078-079 رأس كتجينا هنا هذي ألفا الصورة التاحة أعطاوها لنا بالتقريب 036 036 لو نجو لها رأي أقل من نص يعني جينا هنا هذي اسمها هاكذا هذي جينا F لألفا وكلها قيم تقريبية جينا هكا شوفوا معايا أولادي أستاذ وضر قرنا كيف نرسمه نرسم طريقة بسيطة شوفوا هذي قيمة حدية محلية كيمة الجبل روح لذي المكان نرسم حاجة ديرا كيمة الجبل هكا بشتتعلموا برك شوفوا معايا راه جاي معا من راه جاي من ناقص ما لنهيه بالقرب من هذا المستقيم من هذا المستقيم وجاي من نين جاي من ناو طالع ها شوف ها كذا وطالع ها هو وين الطالع جاي معا هذا ها وها كذا ها هو وين يمس علاه يمس يا أستاذ قلنا علاه يمس لأنه ما مس هم بعد يطلع لهذا القيمة الحدية المحلية لكيمة الجبل ها هو وين يمس ويعاود يفوت هكذا ويجي هابط وين يروح شوفوا لدي وين يروح يروح الـ Y سوي الصفر ما يهبطش مباشراتهم يروح كما نقولو يزحلق ها كذا ها هو المنحنة التاعي وها هو لكم صحيح مئة بالمئة شوفوا ونرسم هنا يا C F هذا هو الرسمة التاعي هنا يمسوا فقط على السروح كأنه كان واحد يرسموا ها كذا ويقطعوا يفوت الرسمة التاعي غالط هذه ألفا والمقابل تح F لألفا صحيت بعد ما أنهينا من هذا الجزء سوف نتطرق الآن إلى انتهى الرسم قال أنه H دل معرفة على R بالعبارة كشنية العبارة F للقيمة المطلقة لـ X هذه تصويرنا F للقيمة المطلقة بيّن أنه H دل زوجية البرحان ينتمي إلى ينتمي إلى دي أش وناقص X ينتمي إلى دي أش لأن الـ X المعرفة من ناقص ما لا نهاية لزيد ما لا نهاية الصفرة الجاية هنا سمّة صحيحة صحيحة حيث H لناقص X تساوي نجل هنا نعوض بالناقص وهنا بالناقص صبح لي F للقيمة المطلقة لناقص X هكذا لكن نحن نعرف والولاد بالقيمة المطلقة لناقص X فالرياضية هي نفسها القيمة المطلقة لـ X يعني هذه تروح للناقص هاي راحت يعني نكتبلو هك وتساوي ماذا تساوينا إذن H هاي راحت لـ X أنها هذه و هذه كيف كيف ومنه H دال زوجية حيث C H متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب باش نتعلمه هاي راحت لكم الجواب كيف دائما في الدلة الزوجية المنحنة التحيجي متناظر بالنسبة للذن هذا خلاص بعدما أنهينا من هذا جا سؤال آخر قال بين النقاش غير قابلة للاشتقاق عند الصفر مش قابلة غير قابلة وفسر نتيجة خلاص هذا فهمنا باللي متناظر ذكروا همليح البرهان أنه البرهان أنه عاش غير قابلة للاشتقاق عند العدد صفر عند صفر أولا نروح نحسب أولا نوصي إلا ديمليح بتتعلم هنا يجب نروح لكتب عبارة الدل أش خلي هنا سؤال مخفي عبارة الدل أش دون رمز القيمة المطلقة لازم تولينا آش لإكس يساوي إما شوفوا آش لإكس صباح إما تساوي أو إما تساوي نعرف بالليال ولا دي القيمة المطلقة إما تدي إكس وإما نقص إلا كان الإكس بليس وإلا كان الإكس مو هذه اللي نعرف ها في الرياضيات سمع إما تدي آف لإكس هيا نقلع وذي وطوذي تساوي آف لإكس لما الإكس يكون موجب واش تساوي شوفوا معايا تساوي هاذي حطوها هنا تساوي آف لناقص إكس إذا كان إكس سالب ها نكتبناها دون رمز القيمة المطلقة كيف قدرنا نكتبها دون رمز القيمة المطلقة نقدرنا الدرس الإشتراق يسمى خلنا سؤال مخفي هنا يمكن قدر يقول أكتب آش لإكس دون رمز القيمة المطلقة لا لا خليها لك بسي لو كارك دوز يامان يقول لك ركترمينا لازم تعرفها أوتوماتي صح الآن جذرك الاشتراقية صباح لي ماذا الآن صباحنا الليميت آش لإكس ناقص آش لصفر على إكس ناقص صفر لما الإكس يقول إلى صفر بقيم صغرى لأننا عندنا قيم صغرى وقيم كبرى قيم صغرى وقيم كبرى صح تساوينا الليميت آش لصفر آش لصفر أنا عوضه بآش لصفر هنا آش لصفر تساوينا آف لقيمة المطلقة لصفر اللي هي آف لصفر وآف لصفر كي نعوضه لنا شعال تعطينا لغة مواحدة وصفة تعطينا صفر سما هذي تعطيكم صفر كي تحسبوه هاي لكم ها تساوينا الليميت آش لإكس زايد واحد علامة على شوفوا ما يمليح الليميت نخلوه هنا على ناقص إكس مربع زايد واحد الكل على إكس لما الإكس يروح للصفر بقيام كوبا سمرة أستغرب العقل علينا آف لإكس التاعي آش لإكس شوفوش تساوينا كي يكون إكس سالب تساوينا هذي جيت عوضت لهنا بالناقص وهنا بالناقص وهنا بالناقص لكن ناقص إكس مربع هو نفسه إكس مربع ها هاي لكم خلاص هذي هاك كسر على كسر وشي صرع ينق اللول اللي يبقى والدوز يام ينقلب خواص تساوينا ديميت آلان ناقص إكس زايد واحد علاما على إكس في واحد على إكس مربع زايد واحد ما دلتواله وجمعه قلبت وقسمتهم قلبت فقط وقسمت ما دلتواله لما الإكس يقول إلى صفر بقيم صغر خلاص تفهمنا على ذي أستاذ ما رات درتواله هذا خليتو وهذا قلبتو وفركت ها البسطو في البسطو المقام في المقام يعود يعطينا غير ذا العبار هذا نخلوه ما يديرواله تقول لي يكي نعوض بالصفر تعطي لي واحد على صفر مربع وصفر زايد واحد تعطينا واحد على واحد سما لي نتأثر شيء واحد يبقى لنا المشكلة هنا لو نعوض تعويض مباشر ستعطي لي عوض بالصفر هنا لغارة واحد صفر صفر على صفر حالة عدم التأيين لما نصيبه صفر على صفر في الدل للغارة 100 يجي فيه رأس يسمعه وكي يسيبه صفر على صفر في الدل للغارة 100 فكر فيه حاجة يسموها العدد المشتق العدد واش؟ المشتق بالعقل لعنا تشوف أستاذ كيف هنديرو خلاص هذا ما نحتاجوش هذا خلاص خليكم منه هذا ما يأثرش هذا هذا ما تشوش العدد المشتق تبقوه إلى ذا الحالة لأنه نجتنا صفر على صفر ما تتعبوه مولو وروحوا لهذا الدل هذه اشتقوها وعوضوا فيها وهو الجواب يعني هذه ليميت آلان ناقص إكس زايد واحد على إكس لما الإكس يأكل إلى صفر بقيم صورة الدل التيعناها روحوا لهذا العبارة بسيكوا لحن تبقوا قاعدة العدد المشتق هذا العبارة إلى فرضناها يسموها كالي إكس تساوينا آلان ناقص إكس زايد واحد شا تديرو لها روحوا اشتقوها تقولنا كافة حالي إكس يساوينا مشتق الدل اللغة المية مشتق الدخلاني على الدخلاني هاهي وين وبهنا عوضوا شوفوا معي وعوضوا بصفر يعني هذي دخلتوا سوينا كافة حالي صفر أروحوا نعوضوا بالصفر قدامكم باش تشوفوا عوضوا هنا بصفر تقولي ناقص واحد على واحد تعطينا ناقص واحد وهو الجواب يا أستاذ غي عاود هنا يرى كم فهمتوها هذه اعطتنا واحد ما رح تدير حتى حاجة أنك تعوض هنا تعطي لك خلاص صفر ري رح يبلي واحد على واحد هنا أعطت لي صفر على صفر فالصفر على صفر في الدل اللغة المية فكروا في العدد المشتق واش نروح ندير ما ندير والي نروح لهذه الدلة هذه نشتقها ونعوض فيها وهو الجواب رحوا عوض هذا الدلة خلوكم الصيف التحتاني خلاص تحتاني ذا القانون اشتقوها وعوضوا فيها بالزر وهو الجواب خلاص دركن نعاودوا نفس الحالة لما يكون الـ x التاعي x يقول إلى الصفر بقيام كبرى بقيام كبرى بقيام كبرى رح تقول لي مكتوبة f لـ x f لـ x هاي وين بيكم هك تولينا هك كمرة وتولينا هك وتولينا هك كلها تتغير إلى بقيام كبرى نعاود ونرجع إلى نفس القاعدة هنا تعطي لي واحد لأن على صفر واحد على واحد هنا أستاذ عوض عوض بالصفر اللغة في واحد هو صفر صفر على صفر حالة آدم تعيين كنذرولها نفس الحالة كما ذكارا نفسها عاود على x زايد واحد بدأت والو اشتقيت أي عوضوا ضرب بالزيرو عوضوا بالزيرو ولينا هنا يا زيرو وهنا زيرو شحالة تعطينا واحد خلاص سمى الاشتقاقية هذا خلاص ما تعمل ما شو سنقوم بهذا راح قاع ونحلوا سمى الاشتقاقية من اليا من شعال واحد ومن اليسر نقص واحد سموا وش نقوله أدى الله غير قبيل الاشتقاق شفتوا خلاص نقول سمى السؤال تاني جاوبت نقول هكذا شو ما يملح نقول عاش فتحة لإكس غوش لا تساوي عاش فتحة لإكس ضروات كيف الضروات شو شعال القينة بقيم كبرى بقيم صورة شعال القينة ناقص واحد يعني ناقص واحد لا يساوي واحد أي أدى الله عاش غير قابلة للاشتقاق عند العدد سفر ما هو التفسير الهندسي التفسير الهندسي نوصي أولادي من الحكي تكونوا الدل لما تقبلش الاشتقاق نقول سي آش يقبل نص في مماسين معامل توجيه الأول ناقص واحد والثاني واحد هذا معامل توجيه وهذا ثاني معامل توجيه ما يقبلش ما مس نص واحد يجي رائح هكذا واحد يجي رائح هكذا وعمل توجيه هذا شعار شوفوا معايا واحد سما واحد يجيكم هك سما هذا قاعد نحا هذا قاعد يروح واحد آخر يجيكم هك هذا يجي هك تعمل توجيه تعمل توجيه واحد يضروكا شرح ليه كيفاش ترسم الاش سي ااش احنا واش قلنا شوفوا واش قلنا قلنا ااش لإكس تساوي لإكس إذا كان إكس موجب وقلنا ااش لإكس تساوي لإكس لإكس إذا كان الإكس سالب رأي سهلة شوفوا معايا ااش لإكس يساوي أفل إكس كي تسيبوا كلمة يساوي في البياني معناه ينطبق كي تسيبوا كلمة يساوي حاجة تساوي حاجة وفي الأمور البيانية معناها سي ااش ينطبق على سي اف وين من صفر لزيد ما لنهائي نقول هكذا سي ااش ينطبق على سي اف في المجال من صفر زيد ما لنهائي يعني كيفاش حاجة بسيطة يعني هكذا هذا ينطبق علي وهذا الجزء هذا الجزء اللي صبناه ذرك نناظ هذا الجزء نناظره بالنسبة الى محور التراتيب لان ااش زوجية زوجية دل الزوجية دائم المنحنة تحيجي متناظر بالنسبة الى محور تراتيب كيفه باش تفهموها بحاجة بسيطة هذا ينطبق ونجو نخدمه واحد داخل يجي دير هك هكذا يجي هذا نصنعه واحد فوتوكوبيت تعوم له هذا اللي بالأحمر هو سي ااش هذا مكن على الولادي خلاص هكذا ولادي يترسم من حنا تراتيب هذا من الهنة ينطبق عليه هاوليك هاوليك وهذا الجزء اللي تحصلنا عليه بما أن زوجية هو ذو الفوتوكوبي الجي اللي منه بالنسبة المحور التراتيب هذا مكن بعدما أنهينا من هذا الجزء خلاص أرسمنا وكلش قال يذوك ناقش بياني حسب عدد حلو المعدلة القيمة المطلقة افلي اكس تسوي اف ايوه نشوف والولاد خلاص المنحنت هذا أنا شفنا خلاص روح ورك أجمع المناقش البياني تعوش هذي هاي طاحت المثال منها فالباكت تاعم الدميلفا ما تيلم هذي تيما هذي بتاقيمة مضلقة شو نوصيكم مطاحت في الدميلطرز لس شون تيجي كنيشة فيها هذي هذا الحال أولا بما أن أحدث تغيير في عبارة الدالة مشي التغيير من تغيير في ذا الجهة لو كان خلاها شوفوا معاي لو كان خلاها أفلي إكس المنحنة التي حيبقى هو نفسه سي أف شوفوا بتفهموا الفكرة بما أن دل هكذا أو السم باين بل يبدل في المنحنة هذا المنحنة يسموه سي أف بتاع هذه وهذا يسمو سي القيمة المطلقة لأف شو شو الفكرة كيف هل يشاه في الدميترز قالوا له أرسم سي القيمة المطلقة لأف التلمية دائد داخ ما تدوخ ماوالو ما تدوخ خلاص لا تدوخ هل عندنا هذي يسمو سي أف سي أف درنا لدي قيمة المطلقة يقول لي سي أف القيمة المطلقة سي القيمة المطلقة لأف هل نعرف بلي القيمة المطلقة في الريض كيف ديرنا الولاد مجبا قاعد القيمة المطلقة موجبة ما معنى موجبة معناها المنحانة هذا التعدد الدلة لازم يجي قاع الفوق لأن كلمة موجبة يجي كامل فوق محور فواسط معناه يجينا هذا وهذا التحتاني يطلع هاكذا باش تتعلموا الفكرة هاكذا يجينا هذا هو الدلة شكون هو هذا هذا ذلك اللي أنا يرصم فيه هو سي القيمة المطلقة هاكذا سي القيمة المطلقة لأف أجمع رطح لو عملوا ردو وخم شوهو كياجا وما قالوا والو قالوا ناقش وسكت تلميذ وش يدير بما أن أحدث التغيير في عبارة الدلة معنى أحدث التغيير في منحنة الدلة لازم يديرها في ريسانه درك روح ترسمتنا منحنة الدلة التاعي بالصحة تعالقيمة المطلقة تعالقيمة المطلقة دايما يجي الفوق اللي كان التحت يطلع واللي كان التحت يطلع واللي كان الفوق يبقى بعدها خلاص درك نجو الناقش وريصاننا مرفوعين خلاص لأنا رأنا فهمنا الفكرة الأساسية هاو الترسم منحنة التاعي جديد تعمل نتعدال لهذه صاحة والذي درك نبدأ والناقش قال لي هو قيمة مطلقة أف لإكس تساوي أف آم هذين سموها قلت عدة مرات يعني دي جاليوم درناها في في المحمدية في ولاية معاسكر ورنفهموها الولاد سموها مناقشة أفوقية عامودية هذي اللي يعيطوا لهك يسموها الأفوقية العامودية اللي لاب الأصل التحرية أفوقية يعني كينجي هاي أفوقية هنا يا المستقيم التاعي دي كتبوه لك الجواب الحلول البيانية للمعادلة أف لإكس تساوي لنا القيمة حلول البيانية للمعادلة القيمة مطلقة لأف لإكس تساوي لنا أف لأم هي فواصل نقط تقاطع المنحنة سي القيمة مطلقة لأف مع المستقيم ذو المعادلة وننحي هذه الكلمة وندير هذه الولاد باش تشفوهم ليح وندير هذه الناحي كلمة هذه وندير هذه يعني كي مالا الآن غالب هنا أنا قامل مكتوبة بوهنا إيقراج سوي لنا أف لأ هاي لكم هاكذا وتبدأ المصطر التاعي تمشي شوفوا معي لكن لازم تحبكم تركزوا خلاص تفهمنا على ذي يا أستاذ شوفوا حطوا المصطر التاعي في ذا المكان أف لأم شعري يكون احنا رايها هاي مكتوبها إيقراج سوي لنا أف لأم هنا إيقراج شعارة لرا يقول لي من يشعرف هاي هنا إيقراج شعارة صيفر سما تصبح لي أف لأم يساوي لنا شعار صيفر أجمع ركزوا أف إيقراج شعارة وإيقراج شعارة ويساوي صيفر سما أف لأم شعارة يساوي صيفر شكل يقول لي أم شعارة هاي سموها مناقشة أفقية عمودية كيف كين حبسه هنا التقاطع شعارة كين كين واحد شعارة يكون أم دايما أم الأولاد هو يمشي مع محور ثلاثة بيمشي هاك كيما هنا أم مثلا بأن على أنا في بلاسة الإكس راه أم في بلاسة إكس راه كين أم باش تتعلموا لي في بلاسة إكس راه كين أم هنا يا هاي بلاسة تعقف لي أم ها هو هنا الأم الأم شعار راه راه صيفر للمعادلة حلا وحيدا أهلا تقاطع وحيد نزيدو نطلعوا شوي أنا بدنا نطلعوا هاهو تقاطع وهاهو تقاطع وهاهو تقاطع يسموها المناقشة العمودية معنى هكاين مستاقيم يمشي هاك ومستاقيم يمشي هاك شوف هو كل ما تطلع دي شوش ترح يسرط هاو يطلع تبعوا ما ستيلوا لزرقة هاو يطلع هاو يطلع هاو يطلع حتي الحق الله وحد آخر ها هو خلينا هذيرا يسموها F لالفا قالوا لدركزو ها هو وحد آخر هايتطلع شوفوا هي هايتطلع شوفوا ستيلوا لزرق هاو يتبع هاو يتبع هاو يتبع هاو يتبع هاو يتبع حتي الحق الوين اللهنة ها هو الحق اللهنة راح توم هذا القيمة هذا القيمة لو نفرضوها هي X0 شو نقوله نقوله F ل M محصور بين الصفر و F ل Alpha يعني من ذا الماكان حتى ذا الماكان الآن منين يكون شوفوا أمتع منين يكون يكون من هذه X0 حتى للصفر يجينا هك وهذا وين يكون يجي يمشي مننا حتى Alpha وحد أخر منين يقلع من Alpha ويروح زيد مالا نهاية يعني يصبح لكم ينتمي منين من X0 ال Y الصفر وانبعد حتى الهنة وانبعد الأخر منين يقلع يقلع من صفر حتى الوين حتى عفوا كتبوها مليح هذه X0 هي قيمة لإسقاط التحيجي هنا ركزوا معي مليح يقولي لآن ينتمي من X0 منين من X0 حتى الوين حتى الصفر حتى اللهنة والآخر منين يقلع من صفر حتى ال Alpha والآخر منين يقلع من Alpha حتى الزيد مالا نهاية من ويروح كامل لأنها شوفوا ثلثة قاطعة يعني ثلثة ثلثة استلاوتها هو واحد ها هو الزاوج ها هو الثالث ذركان جول ذل ما كان في حد ذاته هنا F لآم يساوي لنا F لالفا مش عال كي المنطقة قاطع كي ينزوج ها هو واحد وها هو الزيام آم يساوي ها هو واحد اللي هو Alpha وها هو واحد آم يساوي X0 هذي قيمة صاحة شحال كي المنحل حلا أحدوهما مضاعف أعلى مضاعفة أستاذ لأن هنا يرى يمس دركان زي دون تطلعوا ها نبدين هنطلعوا كيم دون تطلعوا F لآم أكبر من F لالفا يعني من ذا المكان ونطلعوا أم بدين يرجع شوفوا يا شطار شوفوا ستيلول الزرقة كل ما نطلعوا واشتراح يسرالوا شوف 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 أم بدين يجي يقلع من X0 حتى الناقص 1 اللي نقام ينتمي من X0 حتى الوين حتى الناقص عفوا عفوا من ناقص 1 تنقرأ هكذا الرياضية من ناقص 1 حتى الـ X0 للمعادلة حلا وحيدا هذا الـ X0 مرات في الباقي يقول لك مثلا حتى تجبل ذيك القيمة شعال مرات اعتبان لك ديراكت بالليك يجي هنا لك هنا X0 حيث هنا كون المدو كملاحظة X0 محصور بين من؟ بين الناقص 1 والصفر جاي هنا بين الناقص 1 والصفر جاي هنا X0 هو 8 شوية يدوخ لكن بصراحة يعطيك واحدة الفكرة جهنامية روعة خاصة هذا المناقش التالي كين ذيك وكين درست القابلية قاعدة العدد المشتق وفي الأخير أولادي وابناتي ربي نوركم وربي يساعدكم ودعونا دايما جام وابوني في راشان ودعونا ربي شافينا من عيننا إن شاء الله ويقوينا بلاش نكملوا مع أولادي وابناتي كيما قلعنا همدومي الكاتورز رانا معكم نزيدونكم من هذه الأجيال القادمة السلام عليكم لأولاد